بنص الحرب على غزة في دول عربية مشغولة ببناء حلف نيتو عربي صدافت البحران هالأسبوع اجتماع أمن حضره قائد الجيش الإسرائيلي مع قادة جيوش البحران والإمارات والسعودية والأردن ومصر نظمت الاجتماع القيادة المركزية الأمريكية بمشاركة قائدة الجنرال مايكل إيرك كوريلا لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البنتاجون وهالجيوش خصوصا بمجال الدفاع الجوة والصاروخة طلعت على العلن فكرة تحالف استراتيجي دفاعي بالشرق الأوسط لأول مرة بإعلان النواية بالرياض بال2017 ورغم الخلافات داخل مجلس التعاون الخليجي تحولت الفكرة لأمر واقع عبر معاهدات عسكرية دفاعية ثنائية طورت علاقة واشنطن بحلفاء لدرجة التنسيق الجماعي العسكري لبين وقت الهجوم الإيراني على إسرائيل ب13 نيسان الماضي عبر جمع المعلومات المخابرتية والحصول على أنزار مبكر للهجوم الخطوة الأكبر هتشهدها المنطقة بعد توقيع الاتفاق الدفاع السعودي الأمريكي المنتظر واللي عم تنحط اللمسات الأخيرة عليه بحسب ما نقلت صحيفة وول سريت جورنل الأحد الماضي هتسمح الاتفاقية للجيوش الأمريكية باستعمال أجواء وأراضي أكبر دولة خليجية مقابل حمايتها من أي تدخل خارجي وبدل الوجود العسكري الرمزي بأراضي المملكة هيصير الجيش الأمريكي موجود هناك بكواعد أساسية مثل الموجودة بالإمارات والبحران وقطر والكوات وعمان مع تعزيز دور السعودية بالنشاط العسكري الأمريكي هيصير الناتو العربة حقيقة موجودة بس الشرط الأمريكي هيكون طبعا استكمال عملية التطبيع بين السعودية وإسرائيل بمجرد انتهاء الحرب بغزة موسيقى